التعاقب على منابر الجمعة في إيران العديد من الخطباء والأئمة بعضهم تم عزله وبعضهم أبقي عليه بعد انتصار الثورة مباشرة عين الخميني آية الله محمود الطالقاني فكان أول خطيب للجمعة في طهران بعد الثورة هذا الإمام رفض استلام مسؤولي النظام على قدرات الدولة وموسساتها وكذلك رفضه لأفكار الخميني وسياسته وندد أيضا بالإعدامات والتصفيات التي طالت العديد من الشخصيات المعارضة للخميني كذلك أصدر طالقاني بيانات من مبار جمعة طهران وانتقد فيها الخميني علانية مما أدى إلى استبعاده وسجنه وتعذيبه حتى توفي تحت ظروف قامضة بعد ثمانية أشهر فقط من الثورة كذلك تعرض أبنائه وأسرتي للخطف والمطاردة الشخصية الأخرى التي كانت حاضرة في منبر الجمعة في طهران كان آية الله حسين علي منتظري وهو أيضا كان من أبرز الشخصيات في الثورة في إيران وكان يحتل منصب نائب الخميني أو ما يسمى في إيران بالقايم مقام شكك آية الله منتظري في مبادئ الثورة التي أعلنها الخميني وأوضح بأنه لم يكن صادقا في وعوده من حيث تحسين الأوضاع للشعب وكذلك نبدأ الاستبداد وإرساء الحريات واحترام الأراء بعد هذه التصريحات التي كانت ضد الخميني مباشرة تم استبعاده من المنبر ووضع تحت الإقامة الجبرية حتى توفي وهو صاحب المقولة طبعا هو نفي إلى خارج إيران ولكنه أيضا أصدر كثير من مذكراته وكان صاحب المقولة الشهيرة في حول النظام الإيراني بأنه ليس جمهوريا ولا إسلاميا ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن هاشميان أهلا وسهلا بك يا دكتور مرحبا لكم وإلى مشاهدي الأخبارية أهلا يا دكتور ما هي لو بدأنا في هذا النقاش ما هي السياسة النظام الإيراني فيما يتعلق بتعيين أو عزل أئمة الجمعة ونعلم أنهم يعينون مباشرة من المرشد الأعلى سواء الخميني ثم الآن الخمني فسياسة هذه التعيين وكيف يتم اختيار أو عزل هؤلاء الأئمة يعني من أهم سياسات الإعلامية والسياسات الجارية الآن في إيران هي تتعلق بموضوع منابر صلاة الجمعة هناك لديهم مجلس يعرف بمجلس السياسات والدعاية ويرأسه رضا تغوي أحد المعممين في إيران هذا المجلس يعين موضوع الخطبة التالية التي تأتي بعد أسبوع وأيضا حتى يعين الشعارات التي يتم إطلاقها في هذه الصلاة من بعد هذا المجلس هناك تأتي مغرات الأركان المتعلقة بصلاة الجمعة هناك 760 مغر للصلاة الجمعة متوزعة في أنحاء البلد في المدن والضيعات وكل السياسات لهذه المغرات تتخذ من مجلس السياسات والدعاية كل مغر في أي مدينة أو في أي ضيعة يتم تعينه من قبل مرشد علي خامني ويأتي بسياسات المتعلقة بعلي خامني والولي الفقي الصلاة الجمعة وجماعات الصلاة الجمعة هي تشكل فئة جدا كبيرة في منظور الإدارة في إيران هناك 39 ألف شخص يعملون في هذه المغرات المتعلقة بالصلاة الجمعة وكل هؤلاء يأتون من الفئة الأولى يعني من الدائرة الضيغة حول خطيب صلاة الجمعة وهناك دائرة ثانية ودائرة ثالثة خطيب الصلاة الجمعة في أي مدينة لديه كلامه الأساسي يؤثر على مثلا المحافظ أو المغامية لديه جماعاته يعني يرفع أشخاص وينزل أشخاص ويعني يشكل حزبا سياسيا خفيا موازي إلى الدولة والحكومة الإيرانية نعم فقط ننوه للأخر المشاهدين والمشاهدات أن في كل مدينة في إيران هناك إقامة جمعة واحدة وأن أيضا تذكرت أن السياسات الشعارات التي تطلق بعد صلاة الجمعة التي سواء الموت لأمريكا أو أيضا بعض الشعارات ضد دول المنطقة تأتي من هذا المكتب إذن هل نعتبر أن ممبر صلاة الجمعة في إيران سواء في طهران أو في مشهد أو في غيرها معبرا عن التوجهات السياسية للمرشد الأعلى خامني بالتأكيد بالتأكيد هي توجيهات سياسية ومن ضمن أهداف سياسية الصلاة الجمعة لا فيها اعتقاد ولا دين ولا مذهب السياسة هي كل شيء هي تعين ماذا يقول خطيب صلاة الجمعة وهي تعين ماذا يطلق بالشعارات حول هذا الخطيب وأنا أعطيكم مثال في موضوع الحرب الإيرانية العراقية تعرفون أن هذه المغرات وهذه المراكز صلاة الجمعة هي كانت التي تبرر استمرار هذه الحرب ولكن قبل أسبوع لنهاية هذا الحرب في عام 1988 هناك كانوا يطلقون شعارات استمرار الحرب وبعد أسبوع بعدما قرر خميني إغاف الحرب قاموا يطلقون شعارات بوقف إطلاق الحرب يعني لا يوجد هناك عقيدة لا يوجد هناك فكر موجود في داخل هذه الصلاة الجمعة وإنما تأتي أوامر من أعلى المغرات من أعلى المكانات السياسية وخطيب الجمعة هو يطلق هذه السياسة وأيضا هؤلاء الذين يطلقون الشعارات المتعلقة بهذه السياسة يتبعون هذا الخطيب هذا معناه أن لا توجد هناك اعتقاد أو مذهب في إيران إذن معنا هذا نقول إذا أوردنا أن نعيد بشكل غير مباشر ما ذكرت الدكتور حسن أن السياسة الخارجية سواء أو الداخلية ولكن في التحديد الخارجية هي أساسا ليست محصورة في وزير الخارجية ولا رئيس الجمهورية بل كما يعلم الجميع أنها من الخامنة نفسه خاصة أنه هو الذي يمسك بملف السياسة الخارجية والأمن القومي كما تعلم ولكن أنا وريد أن أسألك في نقطة أخرى إلى سمحت لي وهو فيما يتعلق بأسباب خروج الخامنة أحيانا بين فترة وأخرى على منبر الجمعة في طهران على سبيل المثال كما ذكر التقرير أنه في عام 2011 إبان ما يسمى بالربيع العربي ظهر خامنة وتحدث بخطبة باللغة العربية إلى الشعوب العربية وأثارهم أو شجعهم على الانقلابات والثورة ضد الأنظمة السياسية والحكومات في هذه البلدان لماذا هو دائما يعني كيف يختار هذا التوقيت ولماذا وما الدافع لأن يخرج على المنبر في صلاة الجمعة في طهران أولا من حيث المبدأ خامنة إن يستطيع أن يحضر في صلاة الجمعة متى ما شاء يعني متى ما قرر أن يحضر ويعرف نفسه كخطيب صلاة الجمعة يستطيع أن يفعل ذلك ولكن الظروف التي يأتي بها هي ظروف سياسية اجتماعية ربما اقتصادية وحتى ربما رياضية وهذه الظروف المستشارين له يعتبرونها بأنها ظروف مواتية ولصالحه ويستطيع يعمل دعاية وبروبغاندا لصالحه لتلميع وجهه في الشارع الإيراني وتلميع مكانته في الشارع الإيراني من هذا المنطلق يغرر ويأتي ويخطب مثلا حتى هناك رأينا مثلا موضوع رياضي مثلا انتصار الفريق الإيراني على الولايات المتحدة رأينا علي خامني جاء في خطابة الصلاة الجمعة وتحدثه وكأنه هو كان بالملعب وأنه هو فاز في هذا الملعب أيضا هناك بعض الظروف مختلفة مثلا عندما رادوا يغمع حركة الخضرة في 2009 من على منابر الصلاة الجمعة ونفسه علي خامني أمر بغمع هذه المظاهرات التي كانت تعتقد بأن هناك كان تزوير في الانتخابات أحمد نجات هو غير صالح لهذه الانتخابات أحمد نجات هو كان الخاسر وامير حسين مسوي هو الذي كان فاز في الانتخابات ورأينا هناك تظاهرات في كل مكان في كل مدن إيرانية ولكن علي خامني جاء ومن على منبر صلاة الجمعة وجه أوامره لغمع هذه الانتفاضة الشعبية من هذا المنطلق وجود علي خامني ومجيء علي خامني يتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية وعندما يعتبر بأنه يمكن لديه مكان أو يعتبر نفسه بأن هناك تعبية شعبية تعبية عسكرية أو قوات البسيج يأتي ويتكلم نعم أنت ذكرت فيما يتعلق في أنه اهتمام الخامني بقضية ما يدور في الشارع الإيراني وفي المجتمع لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر كيف ينظر المجتمع الإيراني والشارع الإيراني وخاصة فئة الشباب في إيران وهي الغالبية كما يعلم الجميع في المجتمع الإيراني كيف ينظرون إلى هذه الخطب وخاصة أن كثير منها وكما نشاهد سواء ما يطلقه خطب الخامني أو لأيما الآخرين سواء خاتمي أو غيرها تتعلق بشكل كبير بالسياسة الخارجية وإلى حد بعيد تتجنب أو عدم لا تتحدث عن احتياجات المجتمع الإيراني واحتياجات الشباب الإيراني سواء المعيشية أو الاجتماعية أو ما يتعلق بالحريات بالمركزة إما على الصراعات السياسية أو على السياسة الخارجية فكيف ينظر المجتمع وما هي تطلعات المجتمع الإيراني فيما يتعلق بالخطب في طهران أو في إيران بشكل عام أنا لم أسمع السؤال من بداية عفوا نعم لو سمحت فقط السؤال كنت أقول كيف ينظر المجتمع الإيراني إلى الخطب التي تلقى على منابر الجمعة والتي تتعلق بالسياسة ولا تتعلق بمشاكل المجتمع وإحتياجات المجتمع هذا السؤال جدا وجيه ما يطرح في منابر صلاة الجمعة هو منفصل تماما عن الضي العام الإيراني عن الضي العام المتعلق بأوضاع المعيشة في إيران الأوضاع الاقتصادية والسياسية الغمع المستمر الغمع المتعلق بالغوميات من عرب لهواز إلى الأتراك إلى البليوش إلى الأكراد إلى مكانات أخرى ما يطرح هو ضد كل هذه التوجهات الشعبية وضد كل التوجهات المتعلقة بالرأي العام مثلا ضد حقوق المرأة ضد حقوق الأغليات والغوميات ضد حقوق نشطاء السياسيين ضد حقوق العمال والطبقة الدنية الطبقة الدنية اقتصادية دنية اقتصادية نعم وكل الطبقة الفغيرة الاقتصادية وكل هذه التوجهات في صلاة الجمعة هي تأتي وفقا إلى سياسة معينة مثلا موضوع مير حسين موسوي يعني واطلاق عليه مصطلح الفتنة أو رئيس الفتنة يعني هذا لا يتناقم أطلاقا مع الرئي العام الجاري في الشارع الإيراني ولكن هل مجتمع لو سمحت لي فقط في دقيقة لو سمحت لي أو استوقفك لاحظة هنا هل يستطيع المجتمع الإيراني أن يقول هذا الحديث الذي تذكرته إلى خامني سواء بعد صلاة الجمعة أو عبر وسائل أخرى بأنه لا يقبل قضية إطلاق الفتنة أو أصحاب الفتنة على مير حسين موسوي وكروبي لا ليس لديه أي وسيلة إطلاقا طبعا هم الشعب الإيراني وخاصة الشاب من خلال الشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الفيسبوك وتعرفون الفيسبوك في إيران هو محظور ولكن يعني يدخلوا من وسائل غير مجوزة في داخل إيران من هذا المنطلق أنا أعتقد هم يستطيعون أن يقولوا كلامهم على هذه الشبكات على العلاقات الاجتماعية في الجامعات أو في المدارس ولكن ليس لديهم أي وسائل إعلامية لا جريدة ولا تليفزيون ولا راديو وكل منابر صلاة الجمعة في خدمة سياسة علي خامني الحسينيات أيضا المتعلقة بالإمام الحسين كلها في خدمة سياسة علي خامني ضد توجهات الشعب الإيراني وضد الرأي العام الحاكم في إيران دكتور حسن ماذا لو خرج الإمام والخطي في طهران أو غير طهران عن النص الذي كما ذكرت أنه التوجهات تأتي من خامني ماذا لو خرج عن النص كيف سيتصرف خامني في ظل الظروف الراهن التي تعيش المنطقة فهل سيتصرف كما فعل مثلا الخميني مع منتظري ومع طالقاني أم يكون هناك تصرف آخر نعم سيتصرف بسرعة سيتم عزله من غبل مجلس السياسات المتعلق بصلاة الجمعة وربما هناك يوجهوا لاتهامات ضد الثورة وضد النظام وهناك تعرفون أن محكمة متعلقة بالرجال الدين سيبعثوا إلى هذه المحكمة وأيضا في يعني في في ظلمات سيحكموا عليه ولا نعرف الحكم إلا نسمع أنه تم سجنه مالله رفسنجاني خرج على هذا الحديث خاصة في ما يتعلق بتزوير الانتخابات في 2009 تم عز له أكثر من أربع سنوات وهذا العزم استمر حتى الآن نعم صحيح نسمع نعم طيب كيف المجتمع الإيراني يتقبل ذلك ألا يدرك المجتمع وهو مجتمع واعي بلا شك ألا يدرك أن عزله بسبب خروج عن النص وأنه قال للحقيقة أو أنه يتفهم ما يقوله خامني أبدا هناك معظم الشعب الإيراني لا يقبل ما يقوله خامني والآن تجري هناك انتخابات حرة تحت إشراف مؤسسات حرة أو دولية تعرفون أن خامني لا يحصل إلى أكثر من 10% في الشارع الإيراني وبالمناسبة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة خامني كان لديه مرشح وهو سعيد جليلي سعيد جليلي لم يحصل أكثر من 3 ملايين صوت وتعرفون أن جماعات علي خامني والبسيج والحرس كلهم مغفوا وراء سعيد جليلي ولكن سعيد جليلي اليوم يفوز ونرى هناك حسن روحاني فاز في هذا الانتخابات نعم الكاتب والبحث السياسي الدكتور حسن هاشميان شكرا لكم